اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الفجر يوم الاحد القمر رح ينتقل للدلو ورح يستمر فيه لغاية ظهر يوم الثلاثاء من ظهر يوم الثلاثاء رح ينتقل للحوت ورح يستمر فيه لغاية مساء يوم الخميس من مساء يوم الخميس القمر رح ينتقل للحمل ورح يستمر فيه لغاية ساعات صباح يوم الاحد تقريبا أما بالنسبة للأحداث اللي رح تصير خلال هذا الأسبوع في عنا كثير من الأحداث اللي رح تكون مفاجئة بشكل كبير يعني على المستوى السياسي إحنا بنحكي طبعا هذا بنعكس على الأشخاص في زوايا إيجابية كثيرة رح تتشكل خلال هذا الأسبوع بين الكواكب الكبيرة يعني بين عطارد بين الزهرة بين بلوتو ورانوس كلها زوايا تثليث أو تسديس يعني في زوايا قوية إيجابية خلال هذا الأسبوع ولكن هاي الزوايا تاثيرها رح يكون كبير بتحمل نوع من أنواع المفاجآت على المستوى السياسي لها علاقة بتطور كبير في منطقة الجزيرة العربية وبعض البلدان العربية فعشان هي الفترة هاي الأسبوع ممكن يمر متسارع بأحداث مذهلة لدرجة أنه ما تستوعب يعني ما تقدر تستوعب إيش اللي قاعد بصير إيش السرعة بالأحداث اللي قاعد بتصير خلال هذا الأسبوع أهم زاوية رح تكون هي زاوية تثليث اللي رح تكون هاي بين الشمس ورنوس رح تكون يوم اثنين تسعة طبعا تأثيرها رح يبدأ من بداية الأسبوع زاوية هاي يعني عشان بسطها الشمس لها علاقة بالقيادة بالجيش أو بالزعماء بالأملوك بالرؤساء بالحكومات بالسطوة بالسلطة ككل وبرضو أورانوس إله علاقة بالمفاجآت إله علاقة بالثورات بالانقلابات بالأشياء المفاجئة جدا وبما أنه أورانوس بتراجع ورح يعمل زاوية التثليث مع الشمس وهي رح تكون في مكان حساس جدا لوجودها معنات تتوقع مفاجآت على هذا المستوى إله يعني اجمع انت بين هاي وهاي بتطلع بالمفاجآت اللي رح تطلع لأني أنا ما رح أقدر أشرحها إلا في يومها رح نذكر إحنا إيش التأثير تاعها ولكن انت لحالك تخيل إيش اللي ممكن يصير من هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية الخطرة اللي إحنا بننبه منها هي زاوية التربيع بين الزهرة والمريخ رح تكون يوم أربعة تسعة هاي الزاوية طبعا الزهرة إلها علاقة بالجمال إلها علاقة بالعواطف إلها علاقة بالحب إلها علاقة بالغراميات إلها علاقة بالنساء مع المريخ المريخ له علاقة بالجنس إلها علاقة بالعنف إلها علاقة بالتهجم إلها علاقة بالنيران إلها علاقة بي يعني حتى بالكلام الجارح وله علاقة بالاغتصاب فمعناته الأسبوع هذا رح يتركز على هاي المواضيع ولها علاقة بأشياء صادمة جدا جدا حتى على المستوى الفني وعلى مستوى الموسيقى أو على مستوى المطربين أو ممثلين أو أعمال فنية رح تكون مضحكة وصادمة ومذهلة في نفس اللحظة يمكن بلشت آثارها ولكن مع بداية الأسبوع لسا الآثار رح تكون أكبر اللي رح يصير أنه يوم خمسة تسعة اللي هو يوم السبت تقريبا بيجي انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج العذرة لبرج الميزان طبعا الأسبوع هذا ما رح نحكي عنه رح نحكي عنه احنا في التوقعات اليومية بشكل مفصل والأسبوع الجاي رح نحكي عن أثار تنقلاته هاي أهم الأحداث خلينا نشوف إيش التوقعات بالنسبة لكل الأبراج بالتفصيل زي ما أنتم متعودين ونشوف فيه أحداث إيجابية كثير معناته فيه كواكب كثير رح تكون سعيدة والأحداث اللي السلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الأسبوع خلينا نروح نشوف إيش توقعات لبرج العقرب طبعا أول إيش بدنا نحكي إحنا عن الشمس وعطارد اللي موجودين في بيتك 11 اللي هو بيت الأصدقاء بيت العلاقات العلاقات الإجتماعية بأنواعها الفترة هاي رح تنشط اجتماعيا رح يكون عندك رغبة للتواصل مع بعض الأصدقاء ممكن يتوجه لك كثير من دعوات أو زيارات أو اهتمامات ببعض الأصدقاء أو تتعرف على أصدقاء جدد أو ممكن بعضك ويستغل بعض العلاقات أو المعارف لمساعدتهم أو لدعمهم أو يكونوا واسطة لإلهم بإنجاز عمل معين الفترة هاي جيد لأي أمر إلو علاقة بالأصدقاء بشكل كبير أما بالنسبة للزهرة طبعا اللي إلها علاقة في البيت التاسع وحكينا إنها هي رح تسبب يعني زاوية سلبية هي بتشجعك إجمالا على أمور إلها علاقة بالجامعات إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بالامتحانات إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو تعامل مع أجانب مثلا مراسلات مع أجانب يعني كلها هاي تقريبا بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية بشكل كبير ولكن بدك تنتبه من بعض المسائل إنه الزهرة هنا إلها علاقة بالعواطف أي علاقة عاطفية إلها علاقة بجامعة أو زميل أو واحد تعرفت عليه في مركز أو في دورة معينة بدك تنتبه من هاي العلاقة لأنه شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع التسرع أو ما تكون مدروسة بالشكل الجيد فيخيب أملك فيها أو تنتهي بشكل مفاجئ أي شيء لو علاقة بالتعاطف على كل اللي إحنا ذكرنا ممكن يورطك بمشاكل حتى على مستوى القضايا القضائية إنك تكفل حد أو تكون شاهد على قضية وأنت ما إلك علاقة في الموضوع أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا المريخ موجود فيه فهو بسبب لك مشاكل على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل فهو بيجيب تقلبات صحية بغير الأوضاع عندك حتى على مستوى هرموناتك بيسو فيها نوع من أنواع التقلبات بالفترة هاي حتى مزاجك شوي بيكون متعكر برضو بيسبب لك نوع من أنواع الخلاف أو بيجيب لك مشاكل على مستوى العمل إما صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو صعوبة بالتعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني بدك تنتبه على مسائل العمل وعلى مسائل الصحة أما بالنسبة للجدي فالجدي برضو نفس الشيء ثلاث كواكب حساسة كبيرة المشتري بلوتو المشتري بلوتو وزحل الثلاثة بيتراجعوا وهذول الثلاثة بيعملوا زاوية برضو نفس الشيء مع المريخ فعشان هيك بدك تكون حذر من أفكارك من عصبيتك من ردات فعلك من أشياء العلاقة بالتسرع بإصدار القرارات حاول تضبط عصابك قدر الإمكان انتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء نقاشاتك من العصبي والالتباس وسوء التفاهم برضو على أمور العلاقة بالامتحانات أو بالتعليم بدك تكون جاهز يعني ما تعتمد على الحظ في هاي المسائل وأثناء تعاملكم مع الإخوي والجيران أما بالنسبة لنبتون طبعا البيت الخامس وهذا إلو علاقة بالأوهام ذكرناها إحنا في الحلقات الماضية إنه هذا بعزز الوهم والأفكار والشكوك والقلق والخيال حتى على مستوى أحلامك بيأثر بيجيب لك كوابيس وبيجيب لك أحلام ما إلها معنى ولكن بتكون أنت حاسس أنك عايش بإشي واقعي ولكن إجمالا بهاي الفترة الأحلام كلها مش صحيحة انتبه من الخيانة انتبه من الشك انتبه من الوسواس انتبه من كل الأمور اللي إلها علاقة على المستوى العاطفي وبرضو حاول أنك ما تقلق كثير على أحد الأبناء أو أحد الوالدين لأن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على هاي المسائل أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا أورانوس أورانوس بيسبب مفاجآت خصوصا ما بين شركاء المال أو شركاء العاطفي فحاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك أثناء تعاملك معهم وخصوصا في لحظات ممكن تطلع عصبيتك الفترة هاي بتهدد استقرار علاقات ما بين الأزواج فعشان هيك ما تهدد علاقتك أو استقرار علاقتك بسبب العصبية وردات الفعل السلبية أضبط عصابك قدر الإمكان وما تخلي الخلاف يكبر بشكل كبير وما تقدر تسيطر عليه أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي وحتى فجر يوم الأحد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك جيدة وممكن تبرر مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير من فجر يوم الأحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة أو من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما وتجنب الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك بالفترة هاي بكون متقلب وبتكون متجهم متجهم يعني ايش كشر نكد أشياء من هذا النوع من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير في الحوت حتى مساء يوم الخميس بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهج والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش أجمل اللحظات بتحقق الأمنيات وبتصيب الأهداف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية بتتمتع بشخصية جذابة أهم إيش أنك ما توظفها أو يعني ما توظفها بأشياء سلبية حاول أنك توظفها لتحسين وضعك من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى صباح يوم الأحد إنجزوا ما تراكم عندكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاء كم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر عندك الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء